اهلا احبا انا مشاهدينا في كل مكان ما زلنا منصلي من اجل الوضع في الاراضي المقدسة احنا منصلي في اسم الرب يسوع المسيح انه كل الامور تهدى وتوقف ويعم السلام صارت امنية صارت شهوة كتير من الناس عم بتتمنها لكن احنا منصلي فعلا الله يدخل وفعلا ربنا يتلامس مع القلوب اليوم انا راح اتكلم عن من هو قريبي وهذا طبعا قصة معروفة ما تسمى السامري الصالح قصة السامري الصالح موجودة في بشارة لوقا في الانجيل المقدس في طبعا اصحاح عشرة وهي القصة بتتكلم انه في واحد نموسي وهذا النموسي اللي هو متخصص في الدين متخصص في الشريعة سأل سؤال من اهم الاسئلة في هذا الوجود ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية طبعا راح نخصص لهذا السؤال حلقة تانية بس كان جواب المسيح بيتكلم عن تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك طبعا هذا ان موسي عارف شو بعلم العهد القديم انه لا تكره اخاك لا تحقد عليه وبعدين طبعا المثل المعروف تحب قريبك تحب جارك او تحب قريبك او اخاك كنفسك فهو عاوز يعرف شو رأي المسيح في هذا الموضوع وقال له من هو قريبه على طول المسيح يعني فنان في التواصل تكلم عن شيء معروف في تلك الاماكن لانه بين القدس ورشاليم والاريحة في طريق اليوم نسميه وادي القلد طبعا فيه سفوح عميقة جدا وفيها مغاير والمنطقة صحروية ومن السهل انك يعني تختبئ وكان فيه طريق روماني فعلا في تلك المنطقة ففيه مسافر وهذا المسافر من الشعب اليهودي رايح لاريحة فوقع بين لصوص وبهدلوه بالعربي جرحوه عروه وتركوه بين حي وميت فعرض انه فيه رجال دين مروا فيه نفس المكان اللي هو كاهن أولاوي وللأسف ما عملوا شيء مع انه هذا يعني من شعبهم فيه صوت الوطن فيه صوت الضمير فيه صوت الدين فيه صوت الإنسانية اللي بتجي برك انك تعمل شيء تجاه هذا الإنسان لربما فكروا في الأعمال الدينية أو خلصوا وظيفتهم من العمل في الهيكل وراجعين لمنطقة الكهنة بالقرب من أريحة بغض النظر تركوا هذا الإنسان بعدين جاء واحد اللي بيقول عنه يسوع سامري وهذا السامري الصالح اهتم بهذا الجريح المتألم وأسعفه إسعفات أولية وأخذوا حملوا على الداب وأنزلوا في فندق واهتم باحتياجاته الكاملة وبعدين بعد ما خلص المتأل سأل يسوع هذا النموس هذا السؤال قال له يعني يعني فإذا من هو قريب بعدين فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص طبعا بسبب التعصر مش عاوز يذكر حتى كلمة سامري فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا يعني عم بتكلم معاه بنفس السلاح بنفس الطريقة الفكرية المسيح وسع دائرة فكر الأخ أو القريب أنه لا تقتصر على شعبك فقط ولكن تقتصر على كل الإنسانية ألم يقل يسوع طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون ألم يقل الرسول بولوس لا تجازوا أحد عن أحد شر بشر ألم يقل لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فإذن هاي حالة قلبية وأنا أؤكد أنه حتى تكون هذه الحالة القلبية من هذه الإنسانية العظمى أنك تكون فعلا متمتع بغفران كامل ومحبة تجاه الشخص الآخر شو المشكلة اليوم المشكلة الكبيرة هي العنصرية والتزمد والعنصرية أحبائي اللي الإنسان بفكر أنه أكبر من الشخص الآخر أو أعلى أو مذهب قائم على التفرقة بين البشر بسبب أحوالهم الجنسية بسبب يمكن لونهم دينهم العرق إلى آخره بتعامل مجموعة من البشر بشكل مختلف بيعتبروا هاي المجموعة من الدنيا بيعتبروا أنفسهم جماعة المتفوقين يمكن يكون سياسيا أو دينيا أو حتى اجتماعيا فبيستخدموا سياسة الإقصاء والتهميش والتهميش أيضا والتمييز على أساس اللون أو الدين أو الانتماء القومي أو العرفي فبتسبب الكرهية وهذا اللي منشوفه في الشرق الأوسط بغض النظر تعرف حبائي أنا بشوف كتير فيديوهات اللي اللي بيتكلم ضد إسرائيل واللي بيتكلم ضد حماس أو ضد الفلسطينيين تروى شوية مش هذا هو الحل الحل فعلا محتاج تغيير جذري من جوة الحل محتاج لاختبار غفران ومسامحة محتاج اختبار فعلا تبتدي تفكر في الشخص الآخر إذا الدين أو التزمت الدين هو اللي بيخليني أكره فإذا فيه مشكلة كبيرة مع الدين وبتعرف هو هاي العنصرية بتشوفها في كل مكان بتشوفها في الغرب بتشوفها في الشرق فالسؤال من هو قريبة طبعا أيام المسيح كانت أصعب من أيامنا اليوم كانت البلاد المقدسة أرض فلسطين تحت الاستعمار الروماني ثم نفس يعني الأراضي المقدسة نفسها عندك فئات دينية كل فئة بتكفر الفئة الأخرى وبعدين فوق كل هذا الاستعمار والمشاكل الداخلية عندك المشاكل بين السامريين واليهود وهذا مشكلة تاريخية زي مشكلتنا اليوم وهي المشكلة مع السامريين ابتدأت 722 قبل الميلاد عندما جاء الأشوريون وفعلا احتلوا إسرائيل اللي هي المنطقة الشمالية المقصود الأصباط العشر واخدوهم للسبية الأشوري وبعدين شو عملوا بحسب العداد تلك الأيام جابوا شعوب أخرى وجماعة إسرائيل اللي بقيوا البقايا اختلطوا وتزاوجوا وامتززوا مع الشعوب الأخرى اللي أصلاً الكتاب المقدس بالعهد القديم حذرهم إنه لا يعبدوا آلهتهم وإنه يمارسوا يعني حياة الكوشر ما يكلوش من الأكل اللي بخليهم يتنجذ يعني موضوع كبير فتزاوجوا واختلطوا ويتأقلموا بحسب نفس الآلهة اللي نفس المشكلة اللي الله بعتهم للسبية فلما رجع اليهود اللي هي يهوذة من السبي البابلي أوكي فكان فيه عداء والعداء اشتد يعني أوجه في أيام المكابيين بين العهدين وهدموا معبد السامريين على جبل جيرزيم وطبعاً يعني فزاد العداء وكان في تلك الأيام في أيام المسيح لما بدك تشتم شخص وتكفره تقول له روح يا بعيد أنت شخص سامري حتى اليهودي كان يصلي أشكرك أنه أنا لسته سامرياً فهذا بيعطيك الفكر وإذا بتتذكر لما المسيح تقابل مع المرأة السامرية حتى يكسر الحواجز فهي قالت وتعجبت كيف تطلب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين ومرة تانية لما يسوع كان بد يدخل إحدى قرى السامرة ما دخلوش فيحنى تلميذ المسيح يحنى ويعقوب أرادوا أن ينزلوا نار على هؤلاء الكفر والزنادق أجاب يسوع لستما تعلماني من أي روح أنتما هاي مش روح المسيح ولا طبيعة المسيح ولا تعليم المسيح حتى في مستان جتسماني لما بطرس استلي السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة قال له يعني هو أنا قادر أنا بطلب من أبي يرسل 12 جيش من الملائكة ده ملاك واحد قتل من الجيش الأشوري في ليلة واحدة 185 ألف جندي فتخيل أنت 12 ربو يعني أنت بتتكلم على مليارات الملائكة هو الرب يسوع مش قادر هو جاء خصيصا من أجل الفداء قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ وهي المشكلة القديمة الحديثة ما تغيرت وأنا عاوز أقول أحبائي ما في شيء بتغير إلا من خلال التجدد وقال له كيف ممكن تحب كما قال المسيح أحب أعداءكم كيف تقدم الشخص الآخر عن نفسك كيف منك تتقدم وعلى فكرة إحنا المسيح مات من أجلنا مش بطالبنا أن نحن نقدم أولادنا وحياتنا أضحي لإله لا يشبع دم هذه آلهة الكنعانيين قديما مولوك ومالكوم وآلهة أخرى اللي كانوا قد مولهم ذبايح أطفال ذبايح بشرية لأنه الدم بيصير بده دم أكتر والدم وسفك الدم ولسيما الأبرياء بيجيب اللعنة فإذا مين على حق مين غلط هذا كله طبعا بيتعلق بالنظرة الداخلية من هذا الموضوع لكن أنا بأدعو أنه الناس تبتدي تنظر من خلال يسوع المسيح لما بتبتدي تنظر من خلال يسوع وحياة يسوع في أمور بتتغير في الحياة جربنا العنف جربنا السياسة جربنا الدين لا الدين نفع ولا السياسة نفعت ولا العنف نفع شو راي كونو نعمل إشي جديد كل القيادات بتاعتنا اللي ورطتنا إنه تتشال ونحط قيادات حكيمة جديدة اللي فعلا تنقذ بلادنا حتى نطلع بصورة أفضل بكرامة وإنه حياتنا فعلا مستقبلا مستقبل أولادنا وبناتنا بيختلف الله ما بده دم والدم هو عمل شيطاني لأنه الشيطان هو إله قتال يعني بيحب دايما يقتل بيحب العنف والعنف بيجيب اللعنة فبالعكس أنا بصلي إنه الرب يشفي بلادنا ويبرئ بلادنا خلص كفى دم عاوزين إبراه عاوزين يعني رجوع للرب عاوزين توبة عاوزين الكنيسة كمان تتحرك وتأخذ دورها في اسم الرب يسوع ونشوف أمور تتغير خلينا نصلي خلال هاي الأيام حتى ما نستناش أيام يعني بنعمة الرب اليوم بكرة خلاص يوقف الحرب ونزيف الدم وتبتد الحلول السلمية والحلول اللي بتعطي الكرامة للإنسان اللي هو مخلوق على صورة الله من هو قريبة كل الإنسانية هي قريبة والإنسان اللي هدفه بس يدمر أو يقتل هو عم بتمم هدف شيطاني فأنا بصلي الرب بيغير بلادنا وطبيعتنا ونبتدي نتحرك بمصار بيختلف هل هذا صعب؟ صعب ولكن مش مستحيل بتبتدي بواحد باتنين بألف بألفين وصدقنا الرب بستجيب الصلوات وبيعمل أمور بيشفي بلادنا مكتوب فإذا تواضع الشعب الذين الدعي يسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهه وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم شو رأيك أنا وأنت نكون سبب بركة سبب شفاء سبب إبراء بعدين ما يعني ما تتوقع مقابل في ناس كتير متضررة ولسيما حبايبنا في غزة في عائلات في أمهات ثكلة فقدوا أطفال في الضف الغربي الوضع كتير كتير صعب واللي حضر البرنامج البث المباشر مبارح إحنا طلبنا إذا في أي شخص بحب يساعد فوت على صفحة نور لجميع الأمم وفيك تبع التقدمة وهي التقدمة كلها رح تروح لهذا الغرض طبعاً اللي عايشين في الغرب في أمريكا وكندا في Income Tax Receipt لأن احنا مسجلين رسمياً Charity Organization منظمة خيرية ربنا يباركك ويكافئ تعب محبتك وإلى اللقاء بنعمة الرب